طبعا مسحكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة فلوكي إينو برمز فلوكي بسعر 0.3 أصفار واحد ثمانية بطل عملة نسبة أربعة بالمئة مارك تياب مليار وسبعمائة مليون تقريبا برانك ست وخمسين بوليم يومي ثلاثمائة مليون تقريبا طبعا لتابع نول مرة مرحبا بك هذه قناتنا في تليجرام قناتنا مهتمة بالأخبار وتحليل عملات وانحط الصفقات ايضا عندنا خدمة ادارة الحساب等一下 70 Lucas فى ما شاء الله رمحان سمع وعبير 9 ألف دولار من خدمة دارة الحساب ندير حسابك من خلالك او عن طريق الطبعا ايضا عندنا قنات الاكثباب والعملات الأستثماري هنا يعدنا واحدة من شباب ما شاء الله 51 ألف للار ايضا في خدمات ادارة الحساب وان هنا نشوف هذا تشارط عملتنا في عملة هذه اللي هي فلوكي إينو كان نحط نحنا ما حطينا الصفقة رسمية بس حطيناها خلنا نشوف كم حقت تقريبا بهذه المستويات نحن كلا دخلين فيها أوكي خمسين بالمئة ربح ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن فمبدئيا كان الدخول هنا ما يعطي الاختبار بس خلنا روح نشوف الفيديو قبلا روح نحط الفيديو نشوف الفيديو هنا دخلنا دخلنا ما يعطي الاختبار بحيث أن ربح يكون نحن حطينا على دقريبا المقاومة هنا وبعنا جزء وما زلنا مستمرين في الصفقة طبعا ستبلوز على الدخول خلاص بس بعنا جزء المهم فلو نشوف الفيديو السابق قبل ما نشوف الفيديو السابق خلنا بس نحرك ها شوي نوعا ما نشوفه كيف شكل هذه ونأيضا هنا يعني بعد ما تخطى الوتد الهابط هذا اللي صار يحط اختبار ترجعني على ترنلاين تصعد ممكن هنا مقاومة عنيدة ومعني نشوف هذا الهدف بيكون تقريبا لكن اذا قدرت تغلى فوق الترنلاين والمقاومة لا نقول بترجع استهدف القمة السابقة طبعا هذا الفيديو السابق اللي كلم نزلينا بتاريخ 18 أربعة تقريبا ثمان أيام العملة عطتنا أكثر عن اللي هو الخمسين بالمئة طبعا هو نفسه التحليل ما غيرنا في شيء ودخلنا بنحن عليه بناء عليه صفقة فالصفقة ما زالت مفتوحة حتى نحن مثل ما حطينا واستهدفنا اللي هي القمة السابقة اللي هي على السعر صفر فاصلة ثلاث أصفار ثلاثة خمسة ستة تقريبا طبعا أنا بالنسبة لي العملة حاليا واقفة على المقاومة اللي ذكرناها في الفيديو طبعا هذه المقاومة اللي توقعنا أن العملة توقف عندها اللي هو الترنلاين مبدئيا بس خلتنا نزل الصفقة شوي بحيث أنها ما تخرب علينا بنصغرها بشان ما تباين اوكي فمبدئيا أنا بالنسبة لي العملة هني شكلت نموذجا راية اوكي فنوني شوف تقريبا اوكي حين صار تصحيح وأنا بالنسبة لي تصحيح اللي صار تغلاق ثغرة سعرية يعني فيه ثغرة سعرية من فترة طويلة فيه عملة اللي هي او مش تسمعنا من نسيت نسيت لني يا دس هني يارس ادور اوكي عشان ارسم الثغرة السعرية تقريبا شوف هني تكلي هني شي ثغرة العملة كانت بتغلق الثغرة بس هي هني مفروض كانت تذكر تغلق نرفع نوعا ما تجري تعصان الثغرة كانت من هني نفس حركة اللي هي شي تقريبا نفس الحركة نفس الشي كنا متكلمين ان العملة لازم الصحح تنزل نزول لهذه المستغرات تستكمل الصعود لكن انا بالنسبة لي حتى النزول هذا يعتبر جيد نوعا ما حيث انه يعتبر تم اغلاق نص الثغرة السعرية نصها بعد جيد يعني يعني نشوف شي افضل من لا شي يعني لو كانت مكملة صعود لا كان باشوف نزول بس عشان يسكر الثغرة السعرية ويستكمل الصعود لكن هذا مو بشرط بس هذا يكون افضل لحركة العملة في المستقبل بحيث انه ما رح يصير نزول قوي بس عشان يسكر الثغرة فمبدئيا انا بالنسبة لي العملة حاليا محتاجة انه ما تنزل عن هذا السعر اللي هو تقريبا 0.3000169 نحتاج انه عملة اللي هي فلوكي اينو ما تنزل ادنى هذا السعر حطينا خط احمر بحيث بنحطي ازرق بحيث عفوا اخضر بحيث يكون دعم دامنا نحتاج ان العملة ما تغلق ادنى هذا الدعم لو نزلت وغلقت تحته بني شوف دايما ان العملة تحترم هذا السعر ويصير تداد يعني انا بالنسبة لي اسوأ سيناريو ان العملة تنزل اوكي ما قدرت ترتد من هنا بترتد من هنا ما حافظت على هذا لا بنشوف هبوط للعملة فما نستبعد هذا كله مبدئيا هذا السيناريو السلبي لكن انا ارجح انه بيكون فيه ارتفاع بعد اللمس يعني ممكن نشوف ممكن انا بالنسبة لي السيناريو صاعد يعني انا حط الصاعد اكثر الا له هبط البيتكوين ينسف شغلنا كله فانتوا عارفين البيتكوين ما يرحم هبوط اكثر لهذه المستويات طبعا ما استكملت الصعود ممكن لهذا المستويات ترجع تكمل الآن نحن يعني ممكن اذا استكملت الصعود الآن بعد هذا الهبوط مثالي جدا حيث انه بتروح للمقاومة هذه بعد المقاومة هذه ممكن راح نشوف شكل ممتاز مع انه انا اشوف تقريبا تقريبا انا حاول اقبض او امسك نموذج يعني انا اشوف العملة كأنما اعطنا نموذج الكتفين والرأس المقلوبين كأن يعني على نموذج اللي هو 12 ساعة وحتى اليوم ممكن خلنا نشوف على نموذج اليوم حتى على نموذج اليوم على نموذج اليوم يسا شوف ان العملة يسا شكل انه هذا كتف ايسر الرأس كتف ايمن حين ممكن نشوف نزول هذا كذيه عشان يشكل النموذج يمكن نشوف هبوط يعني ممكن ممكن لسعر الي هو 0.30168 حيث بيتشكل نموذج الي هو الكتف كتف عيسر رأس كتف ايمن بعد ذلك يعادت اختبار هني بيكون اصلا بيكون الموضوع يعادت اختبار لشيئين اول شي على ترنلاين بالاضافة الى الدعم بخلاف ذلك لخط العنق في الي هو لكتف والرأس المقلوبين فبعد ذلك لو نحدد الهدف المرجو من هذه الحالة او من هذه الحركة واني بس نشوف العملة رح تستهدف سعر 0.30 2 8 بشيئين خلصنا يعطيكم العافية بس قبل الله نختم بيحطي صفقة بحيث انه تكون اوضح في العملة معني هاي الصفقة نحن اساسا ما بنسكرها صفقة الان الدخول بيعتبر جيد نوعا ما انا بالنسبة لي نعزز في كل قاع اوكي حلوين في كل قاع نعزز والدخول بيكون الان الهدف بيكون تقريبا اللي هو سعر دخول الان على سعر صفر فاصلة رفع صفار واحد ثماني ستة الستوبلوز بيكون على صفر فاصلة هذا صفار واحد ستة طبعا الستوبلوز يعني ما لداعي تعزز في كل هبوط يعني حتى لو هبطت له المستويات نعزز 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 كل ما تنزل العملة نعزز نشتيب رقم صغير بحيث كل ما تنزل نعزز المهم فالحذر كل الحذر المهم الدخول بيكون الان الستوبلوز على سعر صفر فاصلة أصفار واحد ستة نقدر نعزز على سعر صفر فاصلة أصفار واحد سبعة هدف أول بيكون على سعر صفر فاصلة أصفار اثنين هدف ثاني صفر فاصلة ثلاث أصفار اثنين واحد الهدف اللي بعده صفر فاصلة ثلاثة اصفار خمسة الهدف اللي بعده تقريبا صفر فاصة اصفار ثلاثة هدف اخير صفر فاصة اصفار ثلاثة خمسة طبعا هذي هدفنا في عملة اللي هي الفلوكي اينو مع ان انا شوف العملة بتروح بعد عن ذلك مجرد ما تغلق فوق المقاومة الخط الاحمر احني هذي انكم خلصنا يعطيكم العافية مفجيخ